أهلا بكم أعلن وزير العمل الدكتور معا القطمين عن إطلاق برنامج من قيمة 200 مليون دينار لضمان استدامة فرص العمل ولمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر كانون الأول الحالي بحيث يستفيد منه العاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من الجائحة ضمن أسس محددة وبيّن أن مصادر تمويل البرنامج تمثل 134 مليون دينار من الحكومة و66 مليون دينار من الفائض من حسابات إصابات العمل لدى الضمان الاجتماعي وهنا أكد الوزير أن أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي في أمان وما تم تخصيصه للبرنامج الجديد هو الفائض في الصندوق الذي تكون نتيجة إغلاق القطاعات ووقف العمل للعاملين في المنشآت غير مصرح لها بالعمل هذا البرنامج يتحمل كامل الأجر المستحق للعامل المقر حاليا بنسبة 50% يعني العامل الآن في القطاعات غير مصرح لها بالعمل يتقاضى 50% من أجره البرنامج سيتحمل كامل الأجر بحد أقصى 500 دينار الأجر المستحق من الأجر الفعلي في الأنشطة غير مصرح لها بالعمل 50% من الأجر الاعتيادي بحد أدنى 220 دينار إذن حافظنا على الحد الأدنى كم تحمل صاحب العمل؟ صفر مساهمة البرنامج من الأجر المستحق 100% بحد أقصى 500 دينار باستفيد 10 ألاف عامل تكلفة حوالي 18 مليون دينار العاملين في الأنشطة الأكثر تضررا سيصبح الأجر المستحق للعامل حاليا موجود عندي مكلف وغير مكلف سيصبح الوضع كالتالي الكل يتقاضى 75% من الأجر الاعتيادي سواء كان مكلف أو غير مكلف ويتحمل هذا البرنامج 50% من هذا الأجر بحد أقصى 500 دينار الأنشطة الأكثر تضررا الأجر المستحق من الأجر الفعلي 75% بحد أدنى 220 دينار مساهمة صاحب العمل 50% من الـ 75% مساهمة البرنامج 50% من الـ 75% بحد أقصى 500 دينار يستفيد 160 ألف عامل وتكلفة حوالي 180 مليون أعلن وزير السياحة والأثار نايف الفايز عن إطلاق صندوق للمخاطر تحت منظلة وزارة السياحة وهيئة تنشيط قطاع السياحة بقيمة 20 مليون دينار وأنه سيتم العمل على زيادته لاحقا مشيرا إلى أن القطاع الأكثر تضررا من الجائحة حيث يضم 4500 منشأة ويعمل فيها أكثر من 53 ألف شخص أو موظف هناك مطالبات قديمة جديدة متجددة باستمرار بأن ينشأ ما يسمى صندوق للمخاطر السياحية ولذلك نعلن عن إطلاق الصندوق الذي تفضل فيه دولة الرئيس بمبلغ 20 مليون دينار أردني تحت مظلة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ويهدف هذا الصندوق لمعالجة المخاطر التي سيوجهها أو يوجهها قطاع السياحة وتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للعاملين في هذا القطاع وتتكون هذه الموارد كما قلت بهذه العشرين مليون كانطلاق لهذا الصندوق وسيتم العمل على زيادة هذه الموارد من خلال المساهمة من قطاعات السياحة ومن المنح الإضافية التي سنحصل عليها في المستقبل وسيتم تحديد أوجه الصرف لهذا الصندوق من خلال الأسس الآن ننتهي من جازها حتى يكون واضح للجميع أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني تراجع حاولات العاملين في الخارج بنسبة 9.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي محافظ البنك المركزي الأردني توقع في مقابلة له مع جمعية البنوك أخيرا انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12% بسبب تأثير جائحة كورونا على الدول المضيفة للعمال الأردنية خاصة دول الخليج بسبب أسعار النفط وبحسب بيانات البنك المركزي فإن إجمال حاولات العاملين منذ بداية العام ولنهاية شهر أيلول بلغت مليارا وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار أي بتراجع مقداره 190 مليون دينار تقريبا عن ذات الفترة من العام الماضي فيما سجل شهر أيلول انخفاضا في حجم حاولات العاملين بالخارج بنسبة 6.5% لتبلغ نحو 200 مليون دينار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي تحسبا لأي تطور مفاجئ على الوضع الوبائي الناجم عن جائحة كورونا قد يدعو لفرض حظر شامل في المملكة أعلنت هيئة الأوراق المالية عن كامل جاهزيتها والجهات الخاضعة لإشرافها للعمل عن بعد حيث تم تهيئة البناء البنية التحتية الفنية للأنظمة التشغيلية لدى الهيئة وشركة بورسة عمان ومركز الإيداع حيث تم إجراء تجارب ناجحة على أنظمة التداول والرقابة وأنظمة نقل الملكية والتسويات لمباشرة العمل عن بعد وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى استمرارية التداول في بورسة عمان وتقديم خدمات التعامل بالأوراق المالية دون تأخير أو انقطاع ولضمان توفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العاملين والمتعاملين في الأوراق المالية وقالت إن الهيئة سمحت لشركات الخدمات المالية بالعمل عن بعد باستخدام خاصية الشبكة الخاصة الافتراضية في بيئن والتي تؤمن الاتصال الآمن وذلك في الحالات الطارئة دون الحاجة لحضور موظفيها والمتعاملين معها لمقر الشركات شريطة تلبية متطلبات وضوابط فنية محددة حيث تم منح موافقة حتى تاريخه لـ 42 شركة جدد القطاع السياحي في العقبة مطالبهم للحكومة بإعادة النظر في حضر يوم الجمعة لما له من تأثير سلبي وكبير على قطاعهم الذي بات يعتمد على السياحة الداخلية في ظل تراجع نشاط القطاع نتيجة تحديات جائحة كورونا منشآت الشقق الفندقية والمفروشة من القطاعات التي تأثرت سلبا بفرض حضر يوم الجمعة حيث باتت بحسب أصحابها شبه خاوية منذ ما يزيد على تسعة أشهر بسبب تدني الحجزات خاصة مع نهاية كل أسبوع ما أدى إلى تحقيق خسائر كبيرة دفع الكثيرين أو الكثيرون إلى تجيرها بشكل سنوي بما لا يتجاوز 200 دينار شهريا وبدأت يفطات مطلوب نزلاء للشقق المفروشة تلاحظ بكثافة على واجهات العمارات السكنية في العقبة حيث يقول عاملون في القطاع أن الشقق الفندقية والمفروشة معظمها خالية تماما من النزلاء حاليا رغم تخفيض الأسعار في حين يفضل أغلب القادمين إلى العقبة الفنادق تأثرت محافظة العقبة من جائحة كورونا من الناحية السياحية والقطاعات الفندقية والأجنح الفندقية والشقق المفروشة التي كانت الإقبال عليها في نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت مما أدى إلى توقف عمل هذه القطاعات بسبب حظر يوم الجمعة الشقق المفروشة بصراحة صار شغلها دون المستوى المطلوب نهائيا يعني لا يتجاوز العشرة بالمئة بصراحة وكذلك الأسعار يعني الشقق التي كانت تباع مثلا في 50 أو 60 دينار الآن تباع بسعر التكلفة ما يقارب 30 دينار أو أقل وكذلك الأمر قرار يوم الجمعة بالذات هو قرار قاتل للسياحة الداخلية من يوم حطوا الحظر قبل شهرين تقريبا وقف الحال عندنا يعني من شهر ثلاثة إلى شهر ستة آخر ستة كان في حظر وفي حظر كان الشغل واقف بعد ما فقوا الحظر الحمد لله اشتغلنا بنسبة 8% كان عندنا شغال بنسبة 8% مشغلين عندنا أربع منظفين من أهل البلد وهسا والله الأولى الواحد يعني ما بيدفع إيجار الملك إلو ويعني أنه لروح المنظفين اللي عنده وفوتير كهرباء فوتير مية كل اشتركات مشتركين فيها اشتركات على المقصر فإحنا بنطالب الحكومة إنها تشيل الحظر ويلتزم الناس بكماماتهم يلتزم قفزاتهم يلتزم بالوقاية والسلام العامة الابتعاد لكن والله الحظر حضرنا